كنت معاكم تاني السبت بعد 7 يناير وقلت نصاً أن لا تأخذوا من المنابر الإعلامية الغربية أو بعض المنابر العربية مصدر لمعلوماتكم لأن بالفعل كنت بدأت بخبرتي وبشغل السنين بدأت ألاحظ أن فيه الكلام مش بيتقالع أنت بتوصف مشهد على أرض الواقع لأ أنت بتوصف اللي عايزة حكومتك اللي عايزة دولتك اللي عايزة تصدر اللي عايزة تاخد بيه مكاسب أخرى على الأرض أصبح لألام حرب أخرى بجوار الحرب اللوجستية على الأرض كيف نفيد القضية الفلسطينية كإعلاميين موجودين إيه اللي ناقص علشان يوصل صوت الفلسطينيين لأن الواضح أن حتى مواقع سوشيال ميديا إسرائيل مسيطرة عليها درجة ممكن تذكر كلمة غزة فلسطين في بوست أو حاجة ينعزل فكرة الإعلام الغربي والإعلام العربي في تناول هذه القضية الحقيقة عندي أسئلة كثيرة جدا لكن سأتركها المتخصص ولدائما ما نستفيد بوجوده دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بأنها منوارنا يا دكتور أهلا بيك وسهل الخير وسهل الخير على كل سيدة مشاهدين خلينا نبدأ مع حضرتك طبعا بالحدث الأهم وهو القمة العربية الإسلامية بالرياض وفكرة وجود كل هذه القمات العربية الإسلامية في هذا التوقيت وفكرة التختير الإعلامية للقمة يهمني تقييم حضرتك بالفعل أنا أتفق مع حضرتك أنه الحدث الذي يسيطر على وسائل الإعلام العربية والغربية اليوم هو إنعقاد القمة العربية الإسلامية يعني عشان إستاذ المشاهدين بيتابعونا أنا ما يحبش أسميها القمة الطارقة لأنه الطارقة كانت في اليوم الأول في الثاني في الثالث بعد أسبوع تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي أفضل من لا تأتي أبدا فأنا أطلق عليها إعلاميا وهذا هو الوصف الدقيق هي القمة العربية الإسلامية غير العادية أو الاستثنائية القمة انعقدت فيه وقت اللي هو أوي الصراع إحنا دائما ونحن نتابع الأحداث في غزة وسائل الإعلام تتحدث أن اليوم هو الأكثر عنفا والأكثر قصفا ويبدو أنه الأكثر عنفا وقصفا لم يأتي بعد الغارات متكررة العمليات أو المناورات البرية نسميها عمليات متدحرية طبقا للإعلام الأمريكي نسميها منورات برية المهم أنه فيه شغل بري موجود في قطاع غزة عملية فصل قطاع غزة وعملية التهجير لأنه الهدف الأساسي هو التهجير القمة العربية الإسلامية 57 دولة عربية وإسلامية اجتمعوا اليوم البيان النهائي يتكون من 31 قرار هي قرارات ما أدرش أقول أنها الأكثر أهمية ولكن حالة تحقيقها أو السعي نحو تحقيقها ستكون قرارات هامة نؤكد أنه القرار الرابع يؤكد على دعم كل القرارات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية الجانب الإنساني كان مستحوز على نصيب كبير من تلك القرارات وعملية أنه يجب أن يتم دخول كافة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاسية بالتنسيق مع الأنروا بشكل كافي ومستديم ودون أي شروط على الإطلاق أيضا الدعوة إلى الوقف الفولي لإطلاق النار البعض كان يتحدث عن هدنة إنسانية وتابعنا من خلال وسائل الإعلام العربية والغربية أن هناك خلاف في موضوع الهدنة وأرى من خلال تحليل الشخصي أنها عمليات تكتيكية عسكرية على الأرض الهدف منها هو فصل قطاع غزة شماله عن جنوبه وتهجير أهل الشمال إلى الجنوب تمهيدا لشن عمليات برية وجوية مكسفة على المناطق التي سيتم الإخلاء منها القمة العربية أيضا أكادت على دور مجلس الأمن لأنه بكل صراحة مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المعنية لحفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لمثاق الأمم المتحدة ولكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية والفيتو الأمريكي دائما وعبر عقود يقف فيه طريق أي هدنة إنسانية أو عملية وقف فوري لإطلاق النار بالعكس تماما يؤسفني أن الجانب الأمريكي مشروع القرار الذي تقدم به أمام مجلس الأمن كان يدعو إلى تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب ما يطلق عليه حق الدفاع عن النفس وأنا أقول نحن في وسائل الإعلام العربية والمصري دائما أن نقول أن مبدأ حق الدفاع عن النفس ليس متوفرا في تلك الحالة تبقى للقانون الدولي لأنه التوصيف الحقيقي الإعلامي لما يحدث وهذا ما نص علي اليوم قرار القمة العربية الإسلامية هي حرب إبادة جماعية وهي عمليات وجرائم حرب وهي تم اشتخدام اللفظ الذي اشتخدمه السيد الرئيس منذ اليوم الأول وهو سياسة العقاب الجماعي يبقى دائما أطلب من وسائل الإعلام عندما تتحدث إبادة جماعية جرائم حرب الكيان الصهيوني لأن الرئيس الأمريكي على الهواء مباشرة قال أنا صهيوني وبالتالي نحن نتحدث عن الكيان الصهيوني نتحدث عن جيش الاحتلال نتحدث عن عمليات قتل وتجويع وحصار وإبادة جماعية للجميع دون استثناء الأمين العام للأمم المتحدة وتبقى لما تدولته وسائل الإعلام ويمكن تبعنا مؤتمر الصخفي عند معبر رفح هو إنسان ومتعاطف وللأسف الشديد عندما قال جملة واحدة يا أستاذ أولفة جملة واحدة أمام الأمم المتحدة إنه ما حدث يوم 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ قامت عليه حرب إعلامية من الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر ويمتلك أغلب أدوات التأثير وصناعة الرأي العام من وسائل الإعلام ومن تطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا باستقلته قال له المتحدث أو كان وزير خرياء إسرائيل يقال له أنت لا تعيش معنا في هذا العالم وتم شن حرب إعلامية عليه إذن هناك حربين الحرب الأولى كما ذكرت في المقدمة هي الحرب العسكرية على الأرض والعمليات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يحقق أي انتصار عسكري على الأرض ولكن بصراحة ووضوح حال إطالة أمد الصراع والعمليات العسكرية يعني ستكون الأمور على أرض الواقع في منتهى العنف والوحشية وهو المتحقق وما يحدث الآن لأنه تبقى لوسائل الإعلام التي تنقل للأسف عن المصادر الإسرائيلية أغلب ما ينقل في وسائل الإعلام الغربية وأنا أقول أن الإعلام الغربي للأسف لا يمكن تعميم الإعلام الغربي ولكن أخص الإعلام الأمريكي والإعلام البريطاني للأسف الشديد مات الضمير الإنسان لنحن لا نطلب من الإعلام الدولي والعالمي أو الأمريكي والبريطاني أن يكون مهنيا لأنه سقطت المهنية في تلك الحرب ولكن نوجه رسالة ونقول كن إنسانا أين الإنسانية في التغطية الغربية لما يحدث في قطاع غزة والعمليات بزاعة على الهواء مباشرة قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس والكنائس وكل الأهداف المدنية وآلاف الشهداء يطلقون عليهم في الإعلام الغربي القتلى ويطلقون على القتلى من الجانب الإسرائيلي الضخايا خلينا أقول حضرتك يمكن قبل ما حضرتك تشرفني يعني أنا قلت أن فكرة التصوير المراضي سمئي يعني ضمير موجودة أساسا بالصدفة طبعا يعني التكنولوجيا سمحت أن تبقى موجودة ساعدت الشعب الفلسطيني أو الشعب غزة دلوقتي أو قطاع غزة دلوقتي في أن يوثقوا ما يحدث يعني إذا أقول لك لو ما عندناش فكرة النقل والموبايلات والتكنولوجيا دي كان الشعب ده ما حدش شاف عنه حاجة أحيوانات بشرية تقتل وتدفن ما حدش يعرف عنه أي حاجة لكن فكرة يمكن التقدم التكنولوجي أفاد في قضية فلسطين بشكل قوي جدا وخاصة في التوقيت للحرك ده ألا هكلمت بكل صراحة إحنا عندنا نوعين من الرأي العام عندنا الرأي العام التقليدي وتصنعه وسائل الإعلام التقليدية وعندنا الرأي العام الإلكتروني اللي بتصنعه المنصات للأسف الإعلام الغربي يمتلك العديد من القنوات والإزاعات والمواقع الموجهة للمنطقة العربية الكيان الإسرائيلي لديه العديد من اللجان ولديه متحدث للإعلام العربي ولديه متحدث أيضا باسم نيتنياهو موجه للمنطقة العربية ولديه سردية ورواية تنقل الأكاذيب والأضاليل وكل أنواع التزييف والخداع الإعلامي بالصوت والصورة والتصريحات إلى وسائل الإعلام التي يمتلكها وكانوا يتحدثون انت فاكر يا أستاذ أولفة كانوا يقولوا دايما أن الإعلام في المنطقة العربية منحاز إلى رأي القادة والحكام ولا ينحاز إلى رأي الشهور هذه الأزمة أزمة كشفة لأن الإعلام الأمريكي أغلبه يتبنى الرواية الإسرائيلية لأنه الداعم الرئيسي هو أمريكا هو بايدن بايدن منذ اليوم الأول أول منظار الكيان الصهيوني وحضر اجتماع الحرب المصاربة وزير خارجيته وزير دفاعه والعديد من قابل وزعماء الاتحاد الأوروبا ولذلك أنا أقول أن هذا الزلزال يوم 7 نوفمبر هو زلزال ضرب أمريكا والاتحاد الأوروبي ولكن مركزه في إسرائيل مع هذا الكم من الدعم اللا متناهي واللا محدود العمليات العسكرية كلها تتم تحت إشراف مباشر من البيت الأبيض ومن بايدن كل القرارات التي يتم اتخاذها كل العمليات العسكرية والبرية والجوية والبحرية كل هؤلاء المدنيين من الشهداء الإعلام الغربي للأسف الشديد ينقل رواية واحدة وسردية واحدة ويتناسى أن الرواية العربية هي الرواية الأكثر مصدقية وحقيقة والأكثر مأساوية في العالم لم نشهد خلال عقود عمليات إبادة جماعية لشعب على مرأة ومسمع من الجميع من الأمم المتحدة ومن كل دول العالم ويتحدث العالم عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه أي حق لإسرائيل إسرائيل ليس لها أي حقوق على هذه الأرض هذه أراضي مقتلة وهذا كيان احتل تلك الأراضي ويجب أن تعود تلك الأراضي إلى أصحابها في يوم من الأيام للأسف الشديد كم الأكاذيب اللي أنا أتابع الصحف الغربية سواء الأمريكية أو البريطانية والإسرائيلية وهذا أمر مهم بشكل يوم ده عشان كده حرصي لوجود حضرتك لأن أنا محتاجة أسمع هم بيقولوا إيه محتاجة أسمع تعليل حضرتك كمتخصص هذه الرسائل تؤدي بنا إلى فين بس تسمح لي أن نطلع فاصل ونأخذ فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم وما زلت أيضا أنتظر تحليل دكتور حسام على التخطية العربية لهذا الحادث أو هذه الكرسة الإنسانية بشكل خاص خليك معينا ونرجع نكمل اشتركوا في القناة